تعليق ايه على قصة أحمد عبدالقادر يا كبتر؟ لا أحمد عبدالقادر يعني ابتعد لفترة ورجع أساسي ثم أصيب فبرضه العملية الشد والجذب مع كلر يعني كلر من الناس اللي عندها خط رجع يعني رغم أنه هو صارم وجديد لكن هو يعني أكثر ذكاء من مسلمين يعني مسلمين عنده العناد أعلى وممكن يضر نفسه بسبب عناده يعني في ذلك اللي مكان كهرباء مكسر الدنيا هو ما دخل معاه في عناد وصل لمرحلة أنه لا ما يكملش الرجل أنه كتب معبود الخطيب نفسه قال أن الكهرباء لعب هو الأكثر اللي تزامن رغم أن الرجل كان مصامل أنه يمشي وراحى طاي سبور صحيح تقريبا ما كانتش ناكحة لكن قاله كان بيحاول يفك الاشتباك لحين إعادة النظر أو إعادة صياغة العلاقة من الترفي أحمد عبدالقادر ممكن يمشي من الأهلي؟ ممكن طبعا وببلاش؟ لأ باللاش لأ آه الأهلي مش هيعمل دا آه يعني الأهلي مش هيفيده أي من المنافسية وهم يعني بترفيريته نفسهم على تقصلي آه يعني الأهلي مش هيدي مثلا مخالصة دا أحمد عبدالقادر يقول له تفضل يمشي خلاص مش عايزينك دا مش يحصل فأحمد عبدالقادر يروح ناد الزمالك طالما مرتبط إسم ابناه الجزمالك يعني لو ما فيش ارتباط اسم ابناه الجزمالك لعبدالقادر ممكن الأهلي يدي مخالصة عبدالقادر وديو حس ACL لكن لو في ارتباط اسم بنادي الزمالك الخروج هيبقى خروج آمن وفي نفس الوقت أنا استفدت حتى لو راح الزمالك ما يقالش أنه ماشي رايح فين بيعمل إيه يعني لو خرج هيخرج خروج آمن رايح فين هيعمل إيه يعني مش هتسب مثلا يعني الموقف الأقوى عارة مثلا مش بنية الشراء كمان مثلا ومعطقتش النقائب هيوفي عليها إنما مثلا الموقف الوحيد اللي لنا فاكره في الفترة اللي فادي كلها الزمالك نجح أنه هو يخدع الأهلي كانت حسين ياسر المحمد شو دي من كم سنة بقى حسين ياسر قال لهم خلاص أنا مش هكمل ومش تايعطوا مصر فالأهلي ادالوا استغناء طيب عمر عمر